اشتركوا في القناة في جولاته الأوروبية الحالية بعد الجلسة السنوية في ألمانيا وتوقفه القصير للقاء أبناء الجماعة في بلجيكا في وقت سابق من صيف هذا العام انطلق حضرته في جولاته الأوروبية الحالية يوم الأربعاء من الأسبوع المنصر حيث كانت أول أعماله الرئيسية في هذه الجولة الجلسة السنوية للجماعة في هولندا والتي بدأت يوم الجمعة السابع والعشرين من سبتمبر أيلول واستمرت حتى الأحد التسع والعشرين منه وكان مكان انعقاد الجلسة السنوية يبعد دقيقة واحدة عن المسجد الرئيسي في نونسبيد فسلك أم المؤمنين هذا الطريق سيرا على الأقدام هذا ورغم جدول أعماله المستحم قد خصص حضرته نصره الله وقته الثمين لقاء أفراد جماعته وقد حظي عدد كبير من المسلمين الأحمديين في هولندا بشرف لقاء حضرته في اليوم السابق لأول أيام الجلسة وكان من بينهم عدد من الأحمديين الذين هاجروا مؤخرا من باكستان فالتقوا بالتالي بإمامهم الحبيب لأول مرة يتقاسم الكبار والصغر على حد سواء نفس مشاعر الحماس للقاء إمامهم الحبيب حضرته هذه اللقاءات الشخصية مع أمير المؤمنين هي بالنسبة لجميع أفراد الجماعة أبرز ما في جولات أمير المؤمنين ولقد بدأت هذه الجولة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من سبتمبر حيث انطلق حضرت ميزة مسرور أحمد أيضه الله تعالى بناصر العزيز في رحلته إلى أوروبا حوالي الساعة العشر صباحا بالتوقيت المحلي ليحضر بمشيئة الله جلستي الجماعة في هولندا وفرنسا كما سيخطب في كبار الشخصيات الأوروبية في كل من باريس وبرلين وقد تجمع العديد من أبناء الجماعة المحلية لوداع إمامهم الحبيب وقبل الانطلاق أم أمير المؤمنين الحاضرين بالدعاء الصامت ثم في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي يوم الخمس والعشرين من سبتمبر أيلول وصل أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بناصره العزيز إلى مسجد بيت النور في نونسبيد في هولندا وكان في استقباله نائب رئيس البلدية خيرت فان دين بيرخ إضافة إلى عدد من الجران من السكان المحليين وأبناء الجماعة وبعد وصوله أم نصره الله صلاتي المغرب والعشاء في مسجد بيت النور في نونسبيد وهي مدينة في مقاطعة خيرت اللاند الوسطى في هولندا ويبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة وخلال عطلة نهاية الأسبوع عقدت الجماعة في هولندا جلستها السنوية التاسعة والثلاثين نكمل الآن ملخص جدول أعمال لأمير المؤمنين خلال الأسبوع المنصرم بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بناصره العزيز من مسجد بيت النور في نونسبيد هولندا في 27 من شهر سبتمبر الجاري حيث قال اليوم بفضل الله تعالى تبدأ الجماعة في هولندا جلستها السنوية وبعد عدة سنوات وفقنا الله أن أشارك فيها فمنذ عدة سنوات يطلب مني أمير الجماعة في هولندا حضور الجلسة ولكن بسبب كثرة مشاغلي لم أستطع ذلك سابقا ولكن وفقنا الله بفضله للمشاركة اليوم تزايد عدد أفراد الجماعة في هولندا في السنوات الأخيرة بسبب هجرة بعض الأحمديين من باكستان وبسبب انضمام عدد من المبايغين الجدد أيضا إلى الجماعة وككافة فروع الجماعة في العالم تترقى وتتقدم جماعتنا في هولندا بسبب وسائلهم وعددهم وقد بنوا مسجدا جديدا أيضا سأقوم رسميا بافتتاحه الأسبوع القادم إن شاء الله تذكروا أن الزيادة في العدد وبناء المساجد الجديدة لا يفيد شيئا ما لم يتحقق الهدف من بنائها فعلى كل أحمدي أن يفحص نفسه ويبحث ما هي الأهداف التي عليه تحقيقها بعد أن بايع المسيح المعود عليه الصلاة والسلام لماذا هاجر في السنوات الماضية عدد من الأحمديين من باكستان خصوصا إلى هنا لأنهم في باكستان لا يحظون بالحرية الدينية بل يضطهدون لمجرد إيمانهم بإمام الزمان عليه الصلاة والسلام ويمنعون من ذكر الله وعباداته بسبب بيعاتهم للمحب المخلص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمح لهم بعقد الاجتماعات ناهيك عن بناء المساجد كما يمنعهم القانون من الصلاة في بيوتهم وذبح القرابين في عيد الأطحى لذا هاجر الكثير من الأحمديين إلى البلدان الأخرى حيث تتوفر لهم الحرية الدينية وأنتم الذين هاجرتم إلى هنا حيث الحرية الدينية والسيعة المالية حيث هناك فرص لتحسين أوضاعكم الاقتصادية وتمتع كل أحمدي من الحرية من تلك القيود التي كان يعاني منها في باكستان خاصة وبالتالي على كل أحمدي أن يشكر الله أكثر من ذي قبل وأن يؤدي حقوق الله تعالى بشكل كامل وأن يسعى لتحسين حالته الأخلاقية والروحانية إن لم تكن أعمالنا بحسب أوامر الله وإن لم نحتث في أنفسنا التغييرات الطيبة وإن لم يظهر حبنا لله ورسوله أكثر من ذي قبل فما الفائدة من هذه الحرية الدينية وعندها لن يفيد حضورنا الجلسات وبناؤنا المساجد ولن تتحقق فائدة الحرية الدينية إلا إذا أحدثنا هذه التغييرات الطيبة في أنفسنا لقد أسس المسيح المعود عليه الصلاة والسلام الجلسات السنوية لنحدث التغييرات الطيبة في أنفسنا ولنؤثر الدين على الدنيا ونخلق في قلوبنا حب الله ورسوله ولنحسن أوضاعنا العملية والدينية والأخلاقية يقول المسيح المعود عليه الصلاة والسلام وهو ينصح المبايعين على المخلصين المنضمين إلى باعة هذا العبد المتواضع أن يفتر في قلوبهم حب الدنيا ويكون حب الله ورسوله هو الطاغ في قلوبهم ليس من السهل أن يفتر حب الدنيا من قلوبنا بل لابد من بذل الجهد الجهيد لذلك واجتناب ما يلهين عن أداء حق الله من عمل وتجارة وغيرها وعلينا تجنب سيئات وإزالة كافة العقبات والعراقيل لقد وضح لنا المسيح المعود عليه الصلاة والسلام أن علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي إنسان آخر لأنه هو من يوصلنا لله تعالى وبالعمل بأوامره وتأسي بسنته يمكننا الوصول إلى الله تعالى يقول المسيح المعود عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي ليكون الإنسان حبيب الله لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فالطريق الوحيد لنيل رضوانه هو بالطاعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن للإنسان أن ينال الفلاح والنجاح وقال المسيح المعود عليه الصلاة والسلام أيضا ما مفاده الذي هدفه من نيل العمر هو التمتع بملذات حياة الدنيا ومتعتها فأي فائدة ترجى من طول حياته إذ ليس في حياته أي نصيب لله تعالى فهو يحصر الهدف من حياته في تناول الأطعمة اللذيذة والنوم المريح والمتمتع بالزوجة والأولاد والبيوت الفخرة أو الخيول الرائعة أو البساتين الرائعة أو الزروع فهو عبد بطنه وقد اتخذ أهواءه النفسانية واللذائذ البهيمية غايته المتوخى ومطلوبه ومقصوده بينما بيّن الله تعالى الغاية من خلق الإنسان هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي الختام دعا أمير المؤمنين الله أن يوفقنا لعبادته تعالى آمين بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا وللمزيد من الإخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة على أسفل الشاشة والآن نترككم في راعة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر